مواقف طريفة صدرت لترند ومواقع السوشيال ميديا مؤخرا جمعت بين كل من الفنانة أصالة نصري والفنانة أحلام وكانت حديث الناس وعلقت أصالة للمرة الأولى على تغير ملمحة وكشفة السبب حيث تشارك كل من الفنانتين كأعضاء لجنة تحكيم ببرنامج سعودي آيدل اللي بدأ عرضه مؤخرا ومن هذه المواقف الصورة كانت قد نشرتها أصالة عبر حساب الرسمي على تويتر تتقطتها للكعب اللي كانت بترتديه أحلام وأرفقتها بالتعليق معقول فيه كشي هذا الكعب اللي بتربسي وهو أكثر من 30 سنتيمتر حرام عليك صحتك واتبعت باعتذر صورت من ذهولي عن جد ما شفت هيك شي in my life لا تريد من جنب أحلام على تغردتها حياتي أنا لو أمشي حافية بتكوني جنبي سنفورة يا روحي أنتي أنا 175 وانتي 70 هناك فرق وكويس قلتلي ما بدك ألبس كعب عالي هو بصراحة أريح لي خلاص الصولتي بخليهم يقصرونهم 1 سنتي ولو ما طلبت من عيوني يا روحي أنتي لا تعود أصالة بالرادوة مما جاء فيه ممكن أرجوك يخف علينا الكعب العالي كتير يا أمي أنت طويلة وكعب وأنا عم بتطلع من كوكب السنفير ومن المواقف الطريفة أيضا هو تغريدي نشارت أحلام أشارت فيها لأصالة كتبت فيها فممكن ناكل بيرجر أصولة بسرعة ولصح لأنزل صور الجليمة اللي عملناها أنا وإنتي ومسكين البرجر يبكي للحين افترسناه لا ترد علي أصالة صح هالمرة صح وما كانت هيدا المواقف هي الوحيدة اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فكان لجمال أصالة وملامحها الجديدة أيضا الحصة الأكبر واللي علقت بدورها للمرة الأولى وعن هيدا الموضوع ضمن لقاء أجري معا بالكواليس لبرنامج NBC Trending في آلد ما بدي أترك في مكتبتي وتاريخي حفلة وجهي فيها تعبان وبدي أطلع بأحلى صورة مثل ما بيشتغل على صوتي وبدي لآخر يوم بحياتي شكلي وازي روحي وأملي وأودع الجمهور وعمري 25 سنة وبعدين أحلل فلوس الناس اللي بيصرفوها علي من حقهم علي أكون بأحلى صورة كما أشارت أيضا إلى أنها كانت بتعاني من بعض المشاكل بمنطقة الدقن بسبب الأخطاء الطبية اللي دفع للخضوع لعمليات التجميل معربة عن حب وساعدتها بشكل الجديد وكادت أغنية أصالة سيد الغرام اللي أصدرتها من عدة أسابيع قد أثرت الجدل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فرغم أعرب الملايين بالأغنية إلا أن المقطع المصور اللي جمع مع الفنان المغربية أسماء المنور عرض لانتقادة عديدة والسبب الرئيسي هو قطعة حالية ارتدتها أصالة بالفيديو كليب واللي بتعرف باسم خيط الروح ترتدى على الجبين ويعد لكثير من الجزائريين جزء من تراثهم الأمر اللي عرض للانتقاد فاعتبر الجزائريين أنه ذلك محاولة للإحاء أنه خيط الروح من التقاليد المغربية وتوتر طبعا كان ساحة للجدل بين الأراء المختلفة حول الموضوع ويذكر من جهة أخرى أنه المخرج طارق العريان طالق الفنانة أصالة كان قد أعلن رسميا عن ارتباطه وزواجه من عارضة الأزياء نيكول سعفان وبحسب ما أشارت مجلة لها من مصادر مقربة منه فإنه الزواج تم منذ أشهر عدة ولم يفصح الاثنين عنهم إلا للمقربين منهم بالرغم من ظهور الثنائية مع بعض بالكتير من المناسبات واتنقلت منصات السوشيل ميديا كتير من الصور والفيديو ويت اللي بتجمع العريان بصعفان واتسيق الرواد مواقع التواصل عما إذا كانت نيكول السبب بانفصاله عن أصالة وعن فارق السن بينتن خاصة وإنك تبدو أصغر منه بكتير